شارك سعدة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بصفته نائبا لرئيس الجمعية العامة للبيئة في الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للجمعية التي تأتي تحت شعار تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأكد سعدته في كلمة له حرص الجمعية العامة للبيئة على توحيد الرؤى الدولية وتحفيز الجهود العالمية من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وذلك من خلال تنفيذ برامج الأمم المتحدة للبيئة وأشار سعدته إلى أن الاجتماع يهدف لتعزيز التعاون بين كافة الدول لإيجاد الحلول لكافة القضايا البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة ونويا بأن الاجتماع الخامس للجمعية يوفر للدول الأعضاء وكافة الجهات المتعاونة منصة لتبادل وتنفيذ التوجهات الناجحة التي تساهم في تحقيق البعد البيئي لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأكد من دينا أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للدول الأعضاء والجهات المتعاونة اتخاذ خطوات طموحة نحو إعادة البناء بشكل أفضل من خلال ضمان مساهمة الاستثمارات في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر